رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيزة لصعود جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المري وطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من أخيه جلالة سلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وتتصل بالعلاقات الثنائية لخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالة كافة هذا واستعرض المجلس فحو اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة والعديد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية لتعزيز أوجه التعاون المشترك وتكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية أضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة دكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء تطرق في هذا السياق إلى ما أكدته المملكة في الاجتماعات المنعقدة الأسبوع الماضي في إطار مجموعة العشرين من اهتمامها بإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي من خلال مبادرة الرياضة لمستقبل منظمة التجارة العالمية التي أقرها قادة دول المجموعة العام الماضي ومواصلة دعم أعمالها لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل يصنع مستقبلا مزهرا ووعدا للمنطقة والعالم ورحب المجلس بأصحاب الجلال والفخام والسمو قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في منتدى السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تتصديفهم المملكة خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري انطلاقا من دورها الرياضية في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة ذات الصلة بالبيئة وقد توجه مجلس الوزراء بالحمد لله عز وجل على ما تكللت به جهود الدولة من نجاح في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها على مناح الحياة بفضل إجراءاتها الاستباقية والاحترازية العالية وكفاءة القطاع الصحي والتقدم المتسارع في تحصين المجتمع من الفيروس بأكثر من 44 مليون جرعة في مناطق المملكة